بسم الله الرحمن الرحيم الوئد الحديث مع أن الدين الوحيد الذي أنصف المرأة في العالم هو الإسلام ومع ذلك فأن تصرفات البعض للأسف من العرب والمسلمين في هذه الأيام لتعد انتكاسة خطيرة على شرع الله والعياذ بالله في موضوع المرأة أحبتي المرأة عند أحد الأديان تحرق حية مع زوجها إذا توفيها عند دين آخر تورث مثل المتاع عند دين ثالث هي مسؤولة عن الخطيئة الأصلية وهي سبب طرد البشر من الجنة وعند رابع وخامس لا حق لها في الميراث وعند وعند إلى 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 آخره هذه المظالم والجرائم مسحها الإسلام كلها بمجيء رسول الإسلام والسلام صلى الله عليه وسلم الذي قال ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم بما معنى والذي قال عند موته بما معناه وهو عند قبيل النزع الأخير صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا وقال اتقوا الله في النساء والذي قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي والذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يضرب امرأة قط في حياته ولم يعنف امرأة قط في حياته بل كان إذا أراد ركوب الدابة وضع قدمه لها أي لزوجته وإذا أكلت زوجته أو شريبت وضع ثمه مكان ثمها وكان يقبل أحفاده كان يحملهم فما بالنا غيرنا وبدلنا وأصبحت الصورة عندنا وكأننا متخصصون بالطهاد المرأة بسلوكات لا علاقة لها بالإسلام بل هي ثقافة بعض البيئات العربية وللأسف ألبست زورا وبهتانا للإسلام فهذا على سبيل المثال يحرمها من الدراسة والعلم بحجج شتى وذاك في مكان آخر يحرمها من حق اختيار الزوج وهو ما كفيله لها إسلامنا العظيم ثالث يحرمها الميراث بحجة أنها أصبحت من قوسين مع الغريب فكيف تذهب أموالنا للغريب؟ أقول لهؤلاء هل الأموال أغلى عندك من ابنتك نفسها؟ فأنت وفقت على إعطائها على رفضك للغريب زوجتها فأي معايير مزدوج هذه لذلك الأمر؟ فلنتق الله ولنحذر مما نقوم به إليكم في الختام هذه القصة التي تتحدث عن أبن حرم ابنته من الزواج وكان يريد الذي يدفع أكثر للأسف وكأنها عنده خاروف أو معزاه بعيد عنك تباع حتى فاتها قطار الزواج وهو على بخله ولؤمه همه الوحيد كان من يدفع أكثر حتى مرضت الفتاة مرضا أدى بها إلى أن تشارف الموت فأصبح عندها هذا الرجل يبكي ألما وندما وقد حرمها الزوجة والأولاد والعيشة الهنية مع زوج تحبه ويحبها ومع أولاد تعطف عليهم وتفرح بهم فلما شارفت على الهلاك أخذ يبكي عند سريرها وقد كانت تصاب بإغماءات وتصعو وكانت تتمتم بكلمات لا يفهمها ثم تطلب منه أن يؤمن على كلامها بمعنى أن يقول آمين وآمين معناها باللغة العربية اللهم استجب فلما استيقظت من إحدى الإغماءات سألها أبوها عما كانت تدعو به ولماذا طلبت تأمينه فقالت إني كنت أقول يا أبي اللهم إني أسألك أن تحرم أبي من الجنة كما حرمني من الزوج ثم ماتت بعد ذلك طبعا هذا لا يتنافى يعني أو عفوا هذا مما يتنافى مع البر والأدب لكن نحن ننقلوا واقعا قد حصل فهي مظلومة ظلما شديدا فإياكم وظلم بناتكم وإن شاء الله كلنا مع بعض بإذن الله نحسبها صح